بنتكلم عن الفار وذكرنا اسمها الحكام اللي اتضربوا على التقنية ومعاموا رخصة التقنية في التدريب في الفترات السابق هل الحكام مؤهلين او عندهم وقت يتضربوا على التقنية الفي ار خلال الفترة القادمة ولا وضع تقنية الفار بالنسبة للدور المصر الفترة الجاهزة لا بالنسبة لحكامنا لا حكامنا دي قصة كبيرة انا بصراحة اسمه عمد بصغرب جدا من التصرحات اللي طلعت ان احنا هننفذ التجربة من الدور التاني الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعة اللي بيحصل اللي انا على علم بيه اللي انا بحثت فيه وشوفت فيه اللي بيحصل ان بيجي لجنة ان انت بتطلب بيجي لجنة بيجي لجنة هنا تحاضر لجنة المسؤولة عن المشروع دوان بتيجي لجنة تحاضر للي هيحاضر الحكام بتحاضر للي هيحاضر الحكام اه بتعمل هنا وبعدين بعد كده تسيبهم وتروح وترجع وتشوف وتتابع وفي الأخر خالص هي تديهم هي تقولهم لأ في تدريب تاني التدريب لسه يستمر لسه يعني القصة ممكن تقول لها سرع يعني ممكن يرجع يرجع وقالهم أه طبعا الموضوع مش أقل من 8 شهر لو أنت ماشي بسرعة 6 شهر فأنت بتتكلم دور التاني دي موضوع استحالة طبعا ما عرفش يعني إزاي هم أو ما يعني صراحوا بكده لكن أنا أعتقد أن الكلام ده يعني مش هيبقى السنة دي خالص يعني إذا كان فيه إذا كان فيه يعني عندهم النية للتنفيذ سريعا سريعا مش تبقى قبل الموسم القادم يعني إذا كان فيه إذا كان فيها هتبقى في حيز التنفيذ يعني يعني هي القصة مش في الشركة اللي هتتعاقد معها لتطبيق التقنية اللي هي الشركة اللي عندها المعدات اللي هتصور واتطبق بها التقنية محنا بنتكلم فيه احتياجات للتقنية إنت هتعملها لك الملعب موجودة عندنا ما شاء الله الملعب عندنا موجودة آآ كل ملعب محتاجة الكاميرات معا Virgin كاميرات التقنية تقنية البور الكاميرات ما لاش دعوا بالتصوير التلفزيوني برضو عشان الناس تبقى عارفة دي مجموعة الكاميرات بتبقى خاصة بالغرفة بتاعتها الغرفة اللي احنا شفناها دلوقتي فعندك في كل ملعب بخمستاشر سبعتاشر عشرين كاميرا حسب الشركة بالمعار دي خاصة دي بتبقى موجودة في كل ملعب دي بتبقى موجودة الحاجات دي طبعا ده شغل الاعداد الاعداد بتاع الشركة او الكلام ده بتعمل شغل اللجمة الجبلارة الاتحاد الاعداد التدريب ده قصة برضو كبيرة يعني انت بتتمرن الحكام وبعد بتتمرن بتبدي تعمل التجارب وبتعمل قصة قصة كبيرة جدا عشان هو يديك الرخصة او يبقى الموضوع يقول لك مجلس الاتحرك دولي اه عشان انت تبتدي مش القصة بتيجي النهاردة مثلا هنسح بكرة الصبح الاسبوع الجاي في تقنية البور الكلام ده مش مزبوط يعني انا بصراحة كان عندي استجراب من التصرحات التجربة في الوقت ده في الوقت المعين ترى معنا ما تفوضتش ما جتش الشركة ما ابتدأتش تدريب محمد محددش موعيد لبداية التجربة طيب المجلس الاتحاد الدولي لقرات القدم وقانون قرات القدم اولا لازم هو لديك الرخصة بزبط ولازم تاخد موافقيته بشكل رسمي طبعا يعني انت بسلا لما جينا احنا هنا عملنا مثلا مرة مرة جينا اول ما التجربة احنا دايما دايما صباقين يعني يعني انا في حاجات معينة كده دايما بنعمل حاجات في التحكيم يمكن التحكيم عندنا ينكل فترة اللي فاتت شوية يعني عشان بعرضوا حقا الحق كان موجودة انت ابن العصام في الامور شوية بتدينا نبص التحاد الدولي خلاص الناس بتقدم انت لازم ما تقفش مكانك لازم تتحرك فبقى فيه شغل في التحكيم كابن العصام مش هنا بس انت كنت بعيد اوي انت كنت تغرب فبداية تتتحرك تقرب شوية تقرب شوية فما جينا عبنا مسلا نعمل سماعات اشتغلنا التلفونات الاول فترة من الفترات يعني مش اليربيس اه اشتغلنا طبعا كلام مش مزبوط جدا ان احنا فيه عجب نفكر في حاجات جريبة حطينا مرة التلفزيون حطينا التلفزيون في ملعب جي محمد الحان في محمد فاروق جي قال له تعال شوف اللعبة لما جي لا صورته هو محمد هو المخرج جاب اللقطة على الحق اللقطة فمحمد فاروق يبص لا صورته هو محمد فعلا يعني فيه عاجات بتحصل لا ما بنعملش تجربة تفكر تريد ما شاهد قد صعبة اه ما هي دي ما دي بداية التجربة بتاعت انما ده الكلام طبعا الاتحاد دولي بقاءت قال الكلام ده ممنوع ما فيش الكلام ده خالص يعني انت النهار ده ما تدرش تنفذ التجربة دي من نفسك فاصلا لازم تاخد رخصة بيها رخصة بيها اه يعني متابعة تجيب انت امكانيات واسعا وتشتغل مع نفسك لا لازم تبقى تابع الاتحاد دولي لازم تبقى انت وقت الرخصة ولازم عارفين انت بتنفذ والكلام ده اه وفيش راب تمان منهم فيش راب بالزبط كده يعني طب هل لجنة الاتحاد الكورة بتتكلم في القصة دي ومش مدركة الامور الفنية اللي بتتكلم فيها لجنة الحكام اكيد عارفة الامور الفنية دي والله بص بص اللي انا عرفه ان المفروض ان انا لما بقى في موقع مسئولية اي تصريح بيطلع لازم اكون مدروس هو ده اللي انا عرفه يعني في الشغل وفي العمل انا لو بطلع تصريحي المفروض ان انا عندي دراسة بي عندي دراسة بي وحطت الخطة وحطت المعاد امتى وبحط حتى انا النهاردة بحط خطة محمد واقول مثلا انا هابدأ في شهر اثنين مثلا انا درسنا الموضوع وهابدأ في اثنين فانا لما اجي اصرح بره هقول انا هابدأ في شهر ثلاثة او شهر اربعة هاجي ممكن اجي ابدأ قابليها لكن انا نصرح قبل دراسة الموضوع دي انا ما اعتقدش يعني المفروض ان ايه ما تحدثين طيب طبعا لكنت عايزة اتكلم معك في الامور الادارية لان الفكرة كمان مش في الحكامل اللي هيبقى موجودين في ادارة المباريات وازاي تم تدريبهم وانهم ياخدوا رخصة تدريبية على تطبيق التكنية الفي ار لكن كمان عايزة اروح لفكرة التعاقد مع الشركات او الشركات المنوطة بتنفيذها هذه التكنية بس دي امور ادارية بعيدا طبعا لامور الفنية اللي الكابتن ايمن مختص بيها دي في بقى امور تانية مادية زي ما احنا عارفين امور ادارية ومادية مادية من اللي هيدفع الاتحاد هيدفع هيبعت الاندية الاندية هتوافق ولا مش هتوافق دي قصة مادية دي على فعلا فجيت برضو فكرة الاول قالك الاتحاد هيتعقد مع الشركة وبعا كده قالك الاندية هتبقى شريكة معنا هو مش المفروض الاتحاد هو اللي بيتعقد مع الشركة هو اللي بيصرف على التقنية من ايه تزد اكيد فيه رعي مش فيه رعي موجود في الاتحاد التجربة لان فيه اندية برضو خلنا نتكلم باسمعنا مش كل الاندية هتقدر هي التصريحات اختلفة هتبقى هتبقى فيه اندية انا اشوف تصريحات من فترة اندية قالت احنا مش عايزينها مش هندفع لا هو الاتحاد في المدى لما تكلم على التقنية ما قالش اصل اندية هتشارك فيه ولا تدفع لا بس جات فترة قاله قاله هتشارك وفيه اندية سمعت الكلام ده فالموضوع صعب حتى انا سمعت حاجة جريبة برضو يعني سمعت حاجة جريبة جدا قالك طب يعني ممكن بعض الماتشوات مثلا يعني النهاردة انت لو جيت طبقت مثلا في الدورة العام شجال او جيت طبقت في بعض المبارات انت كده بتنهي بتنهي على الدورة كله انت بقدرش تتبق في ماتش وماتش لا انت دورة العام لازم بيقى فيه تكافأة وفرص ولازم بيقى فيه عدالة بين جميع الفرق طب ممناسبة تكافأة الفرص والعدالة اه انا عارض لك خطاب وعشان نختم بها موضوع الفر لجنة المسابقات كانت تكلمت اهو ده خطابة قضامنا على الشاشة بتاريخ 21-12-2019 السيدة الاستاذ المدير التنفيذي لنادي سبورتينج والبترول طحية طيبة وبعد قرار جلالة المسابقات القسم الثالث المجموعة الحداشر تعديل مباراة سبورتينج والاسكندرية للبترول تقام يوم الجمعة الموافق 27-12-14 على السادة اسكندرية ليه تم تغيير الموعد لان في مباراة للاتحاد والاسماعيل على السادة اسكندرية هيطبق فيها نظام الـ VR اللي هو في البطولة العربية في نفس اليوم يعني في نفس اه يعني مباراة تتلعب يوم المباراتين في نفس اليوم تم تعديل موعد مباراة القسم الثالث عشان تقام يوم الجمعة 27-12 الساعة أربعة العصر بدل ما تقام يوم السبت يوم السبت لان يوم السبت في مطش الاتحاد والاسماعيلي وحتى الخطاب موضح تفاصيله طب مش دي كانت فرصة طيبة لكابتن جمال غندور هو بالمناسبة عضو في الاتحاد العربي أو عضو في لانية الحكام بالاتحاد العربي ان نظام الـ VR مطبق في مطش الاتحاد والاسماعيلي وعلى السادة السكندرية ما كنت تاخد التخنية وطبقها أوفلاين على مباراة القسم الثالث أوفلاين زي الدور الإنجليزي معامل يعمل تجربة يعني ليعمل تجربة على مين على الحكام على الحكام انت ممكن تجيب حكم دولي يدير المباراة دا بزا ما هو انت مابتدأت مابتديتش تدريب انت أجلت المباراة يعني انت غيرت معه هو انت كمال يعني الموضوع خص الاتحاد العربي انت كحكامك ما تمرنوش ما تدربوش يعني لسه لسه ما فيش مرحلة من الكلام دا مابتدناش أوفلاين انا فهم تأخد ممكن يعني اننا أعملها بس يعني ما هو انت محتاج مش المتش بس انت في حاجات قبل المباراة اسم حكام نتكلم الغرفة في تدريب قبل اللي بيتعامل في الغرفة الحكام اللي في الغرفة دول في جوة الغرفة دي فيها واحد تكنولوجي تمام وفيه تحكيم تمام الحكام انت جوا بتتعامل بحاجات معينة يعني انت فيه حاجات معينة في الألعاب انت بتطلب منه فيه شغل جواه بيتعمل مش مخرج المباراة اللي بيعيدها لا 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 انت جوا انت كحاكم كمان بتتعامل مع المسؤول جوا اللي هو المسؤول الفني دوا انت بتعامل معه بتطلب حاجة معينة وقبلك فانتا النهاردة الأجهزة دي انت بتعلم عليها جوا أصلا تمام فالكصة مش سأل انه هو مش حد موجود يعني تمام ايه الفايدة انها اجيب الناس اللي معهم رخصة مثلا محمود أبو الرجالة اجيب أمين اجيب الجهاد ما دلنا خطأ صوبة ايه الفايدة ما دول خلاص دول خطر رخصة وبالعبه يعني دول موجودين برا احنا بنتكلم عن انت تتبق هنا فخلاص تتعطر المجموعة اللي هتدير هنا تمام دي الفكرة هنا طيب دي كان جزئة متعلقة بالفار والفترة الجاية بس كتين ايمن دي جيش بيأكد على ان فكرة الفار حتى نهاية الموسم استحابة وصعبة لان فيه جراءات قرونية وفنية وإدارية ومالية 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 بس المالية دي فيها تفاصيل كتير وانا عشان تراجل الفني مش عايز اخش معك في التفاصيل لا انا اقول لك من ضن يعني احنا عايزين ناخد كله يعني يعني اه دي بعيد عننا احنا لكن اقول لك كمان الحاجات الاولية هو زي ما قلت لك موعدة كبيرة وكل ده لكن انت هتخط المالية برضو انت معرفش انت شايف الكلام رايح الانديها تشارك الانديها الاتعادة ايه هو اللي الموضوع ده ما فيش ثبات فيه يعني برضو ما فيه الثبات فيه لاني كمان في نقطة تكلفة المباراة في الفار يعني انا اسمعت كذا رقم يعني اتقل 3000 دولار اتقل 3000 دولار وانا معلوماتي من زملاء صحفيين في المغرب بيقولوا هما 1000 دولار تكلفة المباراة الوحدة حتى لو 3000 فانت بتتكلم في التسع مباراة برضو كله مباراة وبالدوري وبعد انت هتنفذ اسمع عمد مش هتنفذ التجربة السنة دي بس او الدور خلاص على طول انت لو تنفذت هتنفذ على طول فبقى لازم فيه دراسة هتتنفذ ازاي خلاص خلاص ابتدي اتعامل ابتدي اشتغل ابتدي اتدرب ابتدي الاجهزة ابتدي الشركة تشتغل الحكام تتدرب اتنفذت خلاص هتمش معي على طول مش هتشتغلوا تقع فيها تمام اذا في اختم هذا الموضوع اتبعوا الاجراءات السليمة والصحيحة والفنية والمالية والادارية السليمة تقنية بداية المسلم قدعكم جاهزة سواء انت بتتضرب حكامك ومعامل رقصة الفي ار او حتى الشركة اللي هتتتاقد معها لتطبيق التقنية في الدور المصري خلال الفترة القادمة بس تتنفذ كل حاجة بالقانون وبالورى والقلم صح خلال الفترة اللي جاي